الرئيس كان بيقابل زي ما انتو عارفين رئيس كرواتيا موجود عندنا فقام الرئيس الكرواتي بالمناسبة بعد ما قعد وخلص مقابلته واجتماعه مع الرئيس والسيدة قارنته قاموا بها زيارة لمعبد رمسيس الثاني هذا الملك المصري العظيم وان فرتاري طبعا في مدينة ابو سنبل السياحية اللي هو أشرف عطية محافظ أسوان طبعا رحب بالزيارة جدا زي ما نقول كده عندنا بالمصري قام بالواجب نحية الضيف العزيز رفيع المستوى لعاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الافريقي الأقصر آسف أسوان والأكبر المعبد الصخرية في العالم المعبد المعجزة اللي بيشوف تعامد الشمس الفريدة بقاله 33 قرن من الزمان وإيه كل سنة مرتين هو أنت متصور أنا بقولك كده علشان ده من باب إن احنا بنغطي على يعني التغطية الطبيعية المعهودة المفهومة لتحركات الضيف الكريم إطلاقا إحنا هنا بنتكلم على إزاي الناس شايفانا إزاي الناس مقدرة جدا 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 مش بس حاجة حضرتنا مقدرة جدا اللي احنا بنعمله وشايفين التجربة المصرية وبيتابقوها عن كثب ترجمة نانسي قنقر